اللي بيحصل النهاردة اعتقد مش بالضبط اللي احنا بنقوله ده اللي بيحصل انه المنتصر او اللي متصور انه هو انتصر بيحتفل واللي شايف انه ما انتصرش بيتم تهميشه او انكسر بيتم تهميشه وتحقيق معاه وكذا وكذا فالنهاردة اذا يعني انا شايف مين اللي نصح وزارة الداخلية انها تحاول الاحتفال ب25 يناير باعتبار عيد الشرطة اعتقد نسألة غريبة جدا لانها النهاردة ولا مسنين في القصة limbs الاقل كنسانين في القصة والتاريخ وكذا طبعا مفهوم فانا دلوقتي انشرطة لما تحتفلي من 25 انا عايزة اrsالى اسأل وزارة الداخلية بتحتفل بايه هل بتحتفل بالثورة ولا بتحتفل بانها بتحتوي الثورة وبتقضي على الثورة هل بتحتفل بالثورة ولا بالثورة المضادة هل وزارة الداخلية بتحتفل بالثورة لانها شاركت فيها ولا انها قمعتها يعني شام ايه اللي خالى وزارة الداخلية تدخل نفسها في هذا المزنى ده 25 يناير اللي الشعب قام فيه واللي انفجرت فيه مصر والنظام السياسي كله بالشرطة بالداخلية بكل حاجة الدولة كلها اجهزتها اتعملت كده 25 28 واطيح برأس النظام ما تظاهر انه لاحقا شاش حاجة خالص نهائيا وبنحتفل بقية الشرطة عادة يعني ناقص مشهد واحد ان احنا نجيب رئيس مبارك يوم 23 ناديه الاكاديمية لابس بدلة ويلقي خطاب ونستعيد الحياة اللي كنا فيها في 2011 قبل الثورة ويبقى كده اكتمل الاحتفال بالثورة المضاد هل ده اللي احنا نعزين